اشتركوا في القناة هناك أيضا للإبكار نتابع ونسير بإطماقات نتابع التحديات نتابع الإثارة هنا والصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط ونسير بالانطلاق الجميل صدارة هذا الشوط هنا هملول أحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز هنا أيضا السبوسي من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المركز الثاني هنا المنطلق بهذه اللحظات شاهين فايل بسالم بن علي لعويسي وعلى المركز الثالث هناك والانطلاقات والتحديات الجميلة هنا والقادم هنا شاهين متعب بن سعيد بن متعب هنا لعفاري من يأتي بهذه الانطلاق والتحدي المميز الجميل هنا بهذه الانطلاقات والتحديات هنا أيضا المستمرة نتابع ونسير بهذا الانطلاق نتابع هنا القادم شاهين محمد بن راشد بن مرخان لاكتبه من ينطلق بهذه الانطلاق وبهذا التحدي على المركز هنا إذن الرابع وخامس مراكزنا بندول عمير بن عبدالله بن محمد لغفر من يأتينا على المركز الخامس الخامس هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى نعود مع هملول المسيطر على الصدارة أحمد بن عيلان بن بخيت بن قراز السبوس من يقدم على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول سيطر على زمام الأمور وعلى المقدمة هنا بهذه الانطلاقة الجميلة القادم هنا شاهين متعب بن سعيد بن متعب لعفاري وشاهين بانطلاقة وتحديات هنا أيضا وتحدي هنا أيضا محمد بن راشد بن مرخان من يأتينا هنا على المركز الثالث وعلى المركز الرابع المتسلل هناك من الجانب الآخر بندول عمير بن عبدالله بن محمد لغفلي ووصل هنا شاهين أحمد بن محمد بن دقاش العامري القادم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل هنا الله الله التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط بهذه الانطلاقة هنا التغييرات تطروا وتجروا هنا بانطلاقة وتحديات بن دقاش مع شاهين من غير هنا أحمد بن محمد بن دقاش العامري على صدره على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارتها بالشوط هناك على المركز الثاني ويأتينا يشملول أحمد بن عيلان هنا أيضا بن كراز السبوسي هذه الانطلاقة الجميلة وبن مرخان ثالثا وعلى المركز الرابع والقادم هنا القادم شاهين عيسى بن سلطان بن عيسى بن مسلم بن منصوري من يأتينا على المركز هنا الثالث هذه اللحظات ولكن الصدارة والمقدمة هنا مع شاهين أحمد بن محمد بن دقاش العامري المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذه الانطلاقة الجميلة هنا والتحدي الأخير هنا وصدارة هذا الشوط ثانيا هنا كاملول أحمد بن عيلان بن بخيت هنا أيضا بن كراز السبوسي أن يأتي على ثاني المراكز ولكن هنا الصدارة والمقدمة مع شاهين أحمد بن محمد بن دقاش العامري سلام للهير سلام على هذا الفوز المميز الجميل ولحبة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن النموس هذه هي لحبة وصوله إلى خط النهاية لنلفوز والنموس المركز الثاني وصل شاهين عيسى بن سلطان بن عيسى بن مسلم المنصور المركز الثالث لأحمد بن عيلان بن بخيت بكراز السبوسي والمركز الرابع هناك أيضا لعمير بن عبدالله بن محمد لغفلي والتوقيت الزمني أربع دقائق وستة واربعين ثانية هو التوقيت الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر